او ماي قاد اللعبة وقسم بنا صارت مرة فيه شي محشور بسم الله الرحمن الرحيم انتم سمعته لانا سمعته جماعة وهلا والله يا جماعة مرة ثانية في اللعبة الجميلة والممتعة والخرافية محاكي رجل المحبة مع ليش الصوت مرة تعبان لانه كنت في واكة صحية كبيرة جدا حالي حال بقية الشعب فالف سلام على الجميع اليوم الحلقة يا جماعة الخير حلقة انا قاعد انتظرها بفرغ الصبر ليش لانه اللي شاف الحلقة اللي فاتت تمام لو ما شفتها روح شوفها شوف الحلقة اللي فاتت وقلت لكم الحلقة الجاي حتكون حاجة مرة خرافية وحلعة بخلف الكواريس كنت ابغى اوصل الى خمسة الاف دولار زي ما انت شايف حبيبي الان انا وصلت الى اثناشر الف ومتين وتسعة وثمانين دولار لك ان تتخيل كمية اللعب لك وتقعد لعبها حاجة الاولى حاجة ثانية شوف الديكور شوف ورقة الجدران الان على المحطة فرج ومتع عينك يا حبيبي متع عينك بورقة الجدران تطوير وابديت جديد وخرافي طيب ايش سويت بعد كده يا محمد هذه الاشياء المهمة اللي انا عملتها خلف الكواريس حلو طيب زي ما تلاحظوا الان طبعا بعد ما توسعت المحطة انا تعبت فعليا انا تعبت ايش تسوي وظفت واحدة لكن الاوظفتها طلع شغلها ماش جاءت اختراحات وقلتولي محمد هذه ما هي حاجة عمل طردتها طيب بعد ما طردت ايش سويت عينت اثنين كسرت عين مواحد عينت اثنين وكل واحد صار يمسك اللي شفت من الساعة ثمانية الين الساعة ثمانية الليل وجيني واحد من ثمانية الليل الين ثمانية الصباح فصار الان الموضوع سهل علي بشكل مرة كبير شوفوا 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 يعني يعني وغير كده اشتريت برضو الفريزر تبع الاسكريم لكن طلع هذا الشي مو كويس لانه ما جب لي الى الان الريفينيو او جب لي المكاسب تبعنا فالان هذا المقدمة الجميلة حتتوقعوا ايش اكيد الحلقة حتكون جميلة وحتكون خرافية الى ابعد درجة فاستمتعوا معايا يا جماعة طيب الان ايش حنسوي في هذه الحلقة الحلقة هادي شوفوا شوفوا صح صح كمان نسيت اقول لكم شوفوا الساين او العلامة تبع المحطة دوست بول او حاجة زيكية تقريب ان الله اعلم الاشياء اللي انا عملتها خلف الكواليس وقعدت اشتغل كثير عشان اجمع المبلغ الا انتم شايفينه وهذا الوركشوب بعد التطوير وهذا الساين تبعها والعلامة الان حتشوفوا العامل حتشوفوا العامل تبع المحطة ايجي بنفسه ويوقف على موضوع ايش ها زي ما انتم شايفين الان هذا العامل تبعنا قاعد زبط المظابيط كلها ما شاء الله الله يديه الصح والعافية بطلة الى ابعد درجة نقصنا الان سا بلاير نفغى الكفرات فحنطلب الان الكفرات طيب الان انا كنت اقول العامل هذي اللي عندي انا كيف استفيد منه في كذا مكان فاطلع في حاجة مرة خرافية ايش هي زي ما انتم شايفين الان انا اعمل لها برايميري جوب نمبر ون وسكندري جوب نمبر ثو ثو نمبر تو بحيث انه لما يكون ما عندها شيء في الورشة هنا تروح تعمل هندل للرجستر زي ما انتم شايفين الان جانوا زبون في الرجستر والان رايحة تسوي لي هندلة على موضوع الرجستر بالكامل ما شاء الله تبرك الله هاي شوفتو فصارت تشتغل وظيفتين نعم البنزين محمد طولت علينا في الكلام ايش هدفك في هذا الحلقة هدفي في هذا الحلقة الان انه افتح مغسلة السيارات للمحطة تابعنا هنفتح الان مغسلة السيارات يا حبايب القلب طيب العاصفة الترابية اللي جات قبل شوي ايش ما سويها علينا كمحطة هذي هي شوفوا هذي هي هتسبب لي عرقلة مرة كبيرة عندي في المحطة فاش حسوي نشيلها ونرجع لكم كبين التراب وطلعنا من السيارة فلا اوه عندنا هناك في الويرهاوس كمان السبلاير تبع الوركشوب فهنروح ندخل الان وحنطلب بنزين سريع سريع لانه البنزين از لو يعيني يعيني بالله يا جماعة لعبا ما هي ممتعة وعلى فكرة فيه العاب جاية كثير حاجة خرافية وحاجة جميلة ان شاء الله تنبسطوا معانا في هذا السنة الجديدة ان شاء الله ستكون سنة خير للجميع يا رب العالمين طيب طيب الان نبغى نعمل أبغريد للمخسلة يا جماعة الخير فين المخسلة كارووش نشتريها بألف دولار بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني نطلب بنزين مرة واحدة نروح نشوف المخسلة حقتنا يا جماعة فين المخسلة المخسلة هادي المخسلة حقتنا الله والله جميلة هادي أول سيارة حتدخل معانا الآن في المخسلة كيف حنغسل قسم بالله ما أدري فحنشوف ايش حنسوي وهل حنكسب فلوس منها أو لا حتد بابانا ما أدري ما أدري معانا ما أدري مغلق المترجم للخزان 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 مهلا navy يا عيني يا عيني يا عيني أكسم بالله شي بطل شي خرافي يا جماعة الآن نقول بسم الله طبعا أنتم لاحظين الآن أنا قاعد أسوي اكتشاف للمهمة هذه وفي الكارووش وناسي أم المحطة المحطة فيها عمال عاملات صراحة فنانات وشايلين الشيلة كلها الآن نستنى الأول سيارة فعليا ونقول بسم الله نغسل يا عيني يا عيني يحرز ونحن نكمل 150 دولار 150 دولار ما هو ذاك المكسب لكن حلو طيب عندنا مكالمة القريب الكريه والعمل الكريه بيقولي الآن حاول تفتح الشنط السيارات لأنه في طلبية أنا قاعد أدور عليها وإنت حتقدر تكتشفها وشوف فيين مكانها يلا يا معلي ما تفضل الآن أنا جالس أفكر في حاجة إيش رايكم أوظف عامل الآن يمسك موضوع غسيلة السيارات يلا طيب نجي الآن هنختار السكن نسوي له باي هذا السكن العمال زي ما أنتم شفينا جماعة الخير كل واحد له فان واحد فإيش هنختار الآن هنعمل هاير طيب هذا الآن ليفل ثري والساعة تبعه بسبعة فاصلة تسعة دولار كلينيك ثري إي أنا أبغى هذا فحسوي له هاير عيننا حندخل في السكوجول تبعه وأبغى فينه هذا هو صح طيب أبغى يجي الآن في الشفتة الصباحي البرائي مريجوب تبعه كلين دا ستيشن فيول كار هاند رجيستر ريبير سكار ما في كار ووش أبغى يغسر السيارة طيب أنا طيب خليف الفيول كار المهمة الأساسية والمهمة الثانوية عنده كلين هنشوف كيف الحلقة هذه هل رح ينفع في القروب أو لا وسوي له باي أوتوماتيك يندفع الأوتوماتيك دوامه من الساعة 8 الصباح لـ 8 المساء فالمفترض الآن إنه يجي يعبي بنزين ونشوف يلا جلدي جلدي فينه هذا هو خوان اسمه خوان وأنا أتفضى الآن لـ تنظيف المحطة بالله ما تحسوا أن أنا سرت الآن مدير جبار للمحطة الجميلة هذه طيب إيش حتسوي كمان يا محمد في الحلقة هذه أنا قلت لكم الحلقة هذه حتكون كلها أبغريت كامل للمحطة فإيش حسوي طيب الحاجة الأولى اللي حسويها كمان في الحلقة هذه أعمل الآن في الفيتشارز هنا رح أروح في الشيلفز عندي الآن أنا سوفت درينك وعندي سناكات وعندي الكهوليك سيجار وإس كريم فالآن في حاجة اسمها الكار كير اللي هي هذه درينك الإخار عندي رفة نيوستبابر ااخد رفة صغير للهات أو الطواقي وراح أخد رفة للجلاسز إيش حستفيد منه ما نعارف صراحة لكن رح أاخده عندنا فلوس بنبغى نطاور طيب بعد كده اشتركوا في القناة 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 500$ صرف الفلوس يا مدير نروح للأ بعد في الورشة أو في الورشة إيش هذا في القراج ADDITIONAL PARCE AND STORGE ما إيش يعني هذا ما عرف له صراحة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نزفلت يا جماعه يقولك الآن لو تبغت زفلت المحطة تابعك و تشيل ام التراب اللي عندك بـ 1500 دولار والله حسة مبلغ كبير أخاف أورط أخاف أورط جماعة قبور ما أحتاجه فالنتاين ما أحتاجه طيب يعني أنا الآن عندي باقي لي هاي جماعة صراحة ما أنا عارف والله منظر المحطة وهو الطريق معبد يعني هيكون حجم من رحل وصراحة روح يا وحش روح يا مدير روح 1500 دولار إحنا نجيب الفلوس الفلوس ما تجيبنا فخلينا نلقي نظرة على المحطة بعد الله 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 شوفوا النخل النخل يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا محمد النخل فين حاقة البكنيك وهنا حاقة الشيوة والبيكنيك يا مدير هنا الناس يأكلوا وأنا لا لملم أنتم كلوا وأنا لملم لا والصراحة جماعة إيش رايكم بأمانة يعني حاجة ورب الكعبة حاجة مرة بطلة موضوع الرصيف موضوع السكة حقاة الشارع إلى داخل المحطة تبعي أدت المحطة منظر بطل وجبار مع النخل حاجة وقسم بالله مرة خرافية ومستمرون نحو تطوير المحطة إلى أكثر من ذلك بس أنا لو لقيا لأحد يشتغل بموضوع غسيلة السيارات المميل هذا أتوقع أنه إحنا راح نقدر شو العمال حقوني أشاء الله أشاء الله تبارك الله أشاء الله رب نشوف هش عندنا ملعب باسكيت بول طيب دابول ما نعارف صراحة يعني هو الآن منظره حلو ملعب كرة سلم السؤال المهم هل بجيب لي فلوس ما راح أخاطر ب690 دولار صراحة ما ما عرف نشوف عندنا شي تاني نطلب كذا أي شي صفر ستوك راح نطلبه طلبنا هوي شو قاعد ننظف الآن ما عنده حاجة يسويها في الوركشوب فقاعد ننظف حلو يا سلام كذا أحس المعادلة سارت موزونة وأفكر إنه أوظف واحد ثاني تمام في الشفت حق الصباح نعب البضايع في الويرهاوس طيب أنا عملت سبلاير وغلقت الكفرات والأشياء هذي نطلب كفرات نستند طلبية جينا خلاص شوفوا هذا غلق الشفت تبعه وراح ينام وهذا جاي سلم شفت شفت وهذا راح ينام معاه فالآن شفت حق المسا حيكون في شخص واحد حيكون في شخص واحد في شفت المسا فأنا حطر إنه أنا أجيب واحد عشان يشتغل وساعة الثاني حك شفت المسا هذا يكون اثنين في الفترة الصباحية واثنين في الفترة المسائية انف ما بزود عمال إنه برضو ياخدوا من عندي راتب أعمل تيست وأشوف الفترة المسائية هذي وأركز هل العامل يحتاج أحد يساعد أو لا إذا في أحد إذا يحتاج إنه أحد حيساعده حكيد من الطبيع سير العمل والفلوس تكون مصبوطة اللي شاف الحلقة مالبداية وصل لهذا المقطع بالتحديد ركز الآن في المبلغ الموجود فوق 8035 ولاحظوا إنه إحنا عملنا تطويرات مرة كثير في الحلقة هذه يا جماعة الخيرة سوونا تطويرات مرة كثير أكبر كمية تطويرات عملناها خلال هذه السلسلة إش معناها المبلغ الحمد الله ما نقص معناها إنه آليتنا ماشية عال العالم طريقة في الصرف ماشية عال العالم اللهم لك الحمد ولو تلاحظوا كثير في الحلقة هذه ما اهتميت لموضوع المحطة من جوه تمام البيع والكاشير توقع جماعة الخير إلى هنا تمام حيكون نهاية حلقتنا الجميلة والممتعة والخرافية حلقة الجاية إن شاء الله حيكون أنا خلصت المهام اللي انتم شايفينها في الموجود أقصى حاجة عندنا إنه نخدم 250 شخص في الماركت بإذن الله نحن نستطيع وبس هديكم الآن هادي هذا المنظر العام وإذا وصلت إلى هذا المقطع أو إذا وصلت إلى هذا الجزء من هذا المقطع أعمل لي لايك كومنت شاير المقطع في كل مكان وإن شاء الله الحلقات الجاي حتكون حاجة مرة حلوة من الآخر يا معلم شوكم على خير حبايب قلبي و بيس آوت ترجمة نانسي قنقر